وصفت فرنسا الخطط الروسية القضية بفتح ممرات إنسانية للسماح لسكان مدينة حلب شمالي سوريا بالفراري من المنطق المحاصرة بأنها ليست مجدية ولا تمثل استجابة يعول عليها وكانت روسيا وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد أعلنت الخميس عن عملية إنسانية في القطاع المحاصر الذي تسيطر عليه المعارضة في حلب يتم بمجابها فتح معابر آمنة توتيح للسكان الفرن من أهل معاقل المعارضة قالت لجنة الدولية للصليب الأحمر أن ما يبلغ مليون الشخص قد يضطرون للنزوح عن ديارهم بالعراق في الأسباع والأشهر القادمة مع تزايد حدة القتال في حملة للقوة العراقية لاستعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش وأوضحت اللجنان النزوح الكبير من تاني أكبر مدينة عراقية وأكبر معقل لتنظيم داعش سيمثل مشكلة إنسانية هائلة للبلاد وعدت هيلاري كلينتون مواطنها بمواجهة التحديات في الداخل والخارج وتحدت منافسها الجمهوري دونالد ترامب بقوة على القيام بالأمر ذاته وقالت كلينتون خلال كلمتها لقبول ترشح الحزب الديمقراطي للرئاسة في تلميح إلى ترامب أن المكتب البيضوي سيوجه أزمة حقيقية لأن الرجل لا يمكن أن يؤتمن على أسلحة نوبية تم إنقاذ أكثر من 3400 مهاجر كانوا على متن 34 مركباً قبلة السواحل الليبية ووفق ما أعلن حرص السواحل الإيطاليون الذي ينسق العمليات في هذه المنطقة وتمت نجدة نحو 1400 من هؤلاء المهاجرين بسفن تابعة للبحرية الإيطالية تتولى أعمال الدورية قبلة السواحل الليبية وأنقذ الباقون من سفن منخرطة في العملية البحرية الأوروبية ضد مهرب المهاجرين ومن سفن للعمل الإنسانية